طب لو بترشح هترشح مين؟ في دور بقياد حداشر شهر يا ربك وفي مسابقة كاس لسه شهر مين عندنا يصلح رئيسا للتحاد الكرة؟ ازا كنت عايز تقول السؤال بشكل تاني تنوي الترشح رئيسا للتحاد الكرة؟ اقولك اه ناوي؟ اه طبعا اه يعني لو استقلها انا بريدة حتتقدر مش لازم المرة دي بس تنوي الترشح يوما ما؟ اقولك اه يوما ما؟ اه اتمنى يعني مش هتضحر بالاعلام دلوقتي لا لا الاعلام هو اكل عيشي ما انت لو بقيت رئيسا للتحاد الكرة ما ينفعش تطلع تقدم برنامج يعني؟ اه بالنسبة كبيرة اه بالنسبة كبيرة عشان ما بقاش كدد اه دا عايز تختم حياتك في المجال ده بقى على رأس في كرة القدم؟ انا اه عندي خطة واضحة كاملة لكرة قدم مش وصول كاس عالم ولا حصوله على كاس عالم ولا بطولة افريخة بس الانظام كروي انا مش مسؤول ان انا نوصل كاس عالم او ان انا نخرج يعني لما هيعمله افراح يقولك اتحاد الكرة هو اللي وصلنا اللي هو انتو كدبين اتحاد الكرة هو اللي خصلنا اللي هو انتو كدبين لكن انا امشي زي انجلترا اعمل لك مسابقات ما تخرش المية على كل الدرجات على كل المستويات بشكل محترم بشكل منضبط بشكل صارم يعني ايه مسابقة دوري يعني ايه مسابقة كاس يعني ايه شئول لعبين يعني ايه حكام يعني ايه تظلمات يعني ايه ملاعب يعني ايه مدربين يعني ايه دراسات كل حاجة ده في دماغ الحياة وسهل على فكرة جدا في الجزء ده سامير زاهر من أنجح رؤساء اتحاد كرة القدام بمعاونة أحمد شبير خبرينا أكلمك بأمانة لأنه لولا وجود أحمد شبير بجوار سامير زاهر ما حقق كل هذه الإنجازات في تحاد الكرة ويعني ده الصلاة احنا كنا مجموعة جيدة وأنا اتفقت مع كاب سامير زاهر قبطلوه وحضراك خد الكريمة دير المنتخبات أو اشرف على المنتخبات زي ما انت عايز وسيب لي الاتحاد من جوه إداريا مراكش دعو به وعمل كده ده نجاح احنا كنا على قد خلافاتنا العنيفة جدا لكن كان فيه نوع من أنواع التفاهم الجيد لأنه هو كان بيثق فيه وحتى دايما سامير زاهر لما تكلمه لك انا كنت محظوظ انه اشتغلنا في الفترة دي مع بعض وكان معانا أعضاء مجلس دارة محترمين يعني كان معايا ناس كويسة جدا عيمان يونس وغيره من الناس وإحمد شاكر كان معانا ناس كويسة الحقيقة يعني فالمنظومة نجحت بشكل جيد لأنه كنا مفرقين يعني ما قمش منهم روح للاتحاد عشان اعمل مسابقة دي كده لا حطنا نظام وكل واحد جمال غندور حيرزق اسأله لما جبنا رئيس لجة حكام تقوله قوع ترجع لليه على الكاب سامير انت الملك المتوقع يعني